اتفقت وزارتها الزراعة الأردنية والسعودية على إرسال وفد فني سعودي للتأكد من انتهاء آثار الوضع الوبائي للمواشي في الأردن خلال 48 ساعة بحسب تصريح لوزير الزراعة خالد إحنيفات وأكد إحنيفات خلال لقائه وزير المياه والزراعة والبيئة السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي قرب اتخاذ القرارات المناسبة لاستئناف تصدير المواشي إلى السعودية بناء على توصيات اللجنة وذلك بعد أشهر على توقف خط تصدير الحيوي كما اتفقت جانبان على إعادة أو أعداد مذكرة تفاهم لتبادل التجارب في مجال الحصاد المائي والمشاريع البيئية فضلا عن توسيع الرقعة الخضراء القضية المرتبطة بتصدير الخرافة الأردنية إلى أشقانا في السعودية اتفقنا على إرسال وفد فني من الانتاج الحيواني لدى أشقانا في السعودية خلال 48 ساعة إلى الأردن وسيصل إلى الأردن ودراسة كافة الإجراءات الفنية المرتبطة بالحمى القلاعية في الأردن والتقارير المرتبطة بمنظمة صحة الحيوان وبناء على ذلك سيكون هناك إن شاء الله قرار سريع جدا يخدم الانتاج الحيواني في الأردن وبالتالي ينعكس على مربي المواشي في الأردن ترجمة نانسي قنقر